موسيقى واحدة من أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية في إيران حدثت مؤخرا ما تزال تثير التساؤلات العملية شملت حسابات العشرات من الأشخاص على برنامج للرسائل الفورية بل ملايين الأشخاص فضلا عن التعرف على أرقام هواتف للملايين من المواطنين الإيرانيين تشير أصابع الاتهام إلى قراصنة تابعين للنظام الإيراني وتحديدا الحرس الثوري أما الهدف وفق خبراء فهو خلق قاعدة بيانات ومراقبة شبكة أرقام ومراسلات تشمل صحفيين وناشطين وموظفين في مناصب حساسة فضلا عن التمهيد لعمليات اعتقال في المستقبل لمن لا يسير وفق هوى السلطات في طهران ولتعزيز جو الرقابة والقمع في البلاد المزيد من التفاصيل عن هذه القضية مع سامي ماذا لديك سامي عن هذا الموضوع؟ أرقام فضيعة من المستهدف ومن هو الذي كان يستهدف الإيرانيين النشطة السياسيين الصحفيين سنتعرف عليها في أكبر اختراق معروف لنظام الاتصالات المشفر في إيران قال باحثان في مجال الفضاء الإلكتروني أن قرصنة إيرانيين اخترقوا العشرات أو قراصنة إيرانيين اخترقوا العشرات من الحسابات على خدمة تيليجرام للتراسل الفوري وإن القراصنة تعرفوا على أرقام هواتف 15 مليون مستخدم إيراني بتفاصيلها الشخصية بشكل يسمح الإطلاع على تاريخ المراسلات السابقة وأي رسائل فورية جديدة الهجمات وقعت هذا العام ولم يسبق الإبلاغ عنها استهدفت بشكل أساسي ناشطين سياسيين في الحركات الإصلاحية ومنظمات معارضة وصحفيين وكذلك أشخاص آخرين في مواقع حساسة في البلاد القراصنة يوسف استخدموا إشارات باللغة الفارسية واستخدموا رموز أيضا ونفذوا نموذجا شائعا من حملات التصيد المقصود هنا طلب معلومات سرية عن طريق الانترنت وفقا لمزاعم كاذبة تدخلوا وتحدثوا مع الناس وحتى يتصيدوا من يرد ومن يهتم بالأخبار هذه الكاذبة صحيح ولكن يا ترى من يقف وراء هذه الهجمات ومن له مصلحة في استهداف هذه القطاعات الواسعة من الأشخاص الباحثان قالوا أن مختارقي خدمة تيليجرام ينتمون لمجموعة تعرف باسم القطة الصاروخية دون أن يشيروا صراحة إلى أن المجموعة تنتمي للحكومة عملا اسم غريب عن جد القطة الصاروخية القطة الصاروخية يعني الأسماء في إيران أحيانا تشدك خارج الموضوع المهم أنه ليس الشيطان الأكبر هالمرة لا الشيطان يكمن في التفاصيل طيب أعطينا التفاصيل وفيما يلمح الخبيران إلى أن الحكومة الإيرانية تقف وراء الهجمات أشار الباحثان إلى أنه يتكرر قرصنة بيانات الأشخاص بمثل هذه الطريقة قبل تعرضهم للاعتقال على يد السلطات الإيرانية هناك إشارات واضحة إلى أن ربما السلطات الإيرانية هي التي كانت وراء هذا الأمر أو ربما شدفة يعني يتعرضون القرصنة ثم يعتقلون كل شيء ممكن يشير خبراء آخرون في مجال أمن المعلومات إلى أن الهجمات ما يسمى مجموعة القطة الصاروخية مماثلة في نمطها وطريقة اختراق التشفير لهجمات إلكترونية سابقة يقول خبراء أن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عنها هؤلاء خبراء آخرين غير هؤلاء الباحثين الذين أشاروا إلى هذا البحث يقول خبراء أمن المعلومات أن القراصنة الأنترنت الإيرانيين أصبحوا متطورين على نحو متزايد قادرين على التكيف مع عادات وسائل التواصل الاجتماعي وجدير بالذكر هنا إلى أن نشير إلى أن مؤسس تيليجرام كتب في تغريدة على تويتر في شهر أكتوبر الماضي قال فيها أن السلطات الإيرانية طالبت الشركة بأن تزودها بأدوات تجسس ورقابة إلا أن الشركة تيليجرام تجاهلت الطلب وإغلاقها لساعتين في العشرين من أكتوبر عام 2015 إذن هناك أكثر من إشارة يوسف إلى أن ربما الحرس الثوري الإيراني السلطات الإيرانية هي من تقف فعلا وراء ذلك رغم أن الباحثين لم يشير صراحة إلى أن السلطات الإيرانية هي من قبلت استنتاج يعني عادة الاختراقات الإلكترونية للغرب يهمهم مثلا المشروع النووي الإيراني يهمهم المشروع الصاروخ الإيراني أما الناس المواطنين العاديين ملايين من المواطنين العاديين يعني من يهمهم أن يخترقهم وأن يتابعهم؟ لا أعتقد أن الغرب أعتقد أن على الأغلب ستكون وأن الغرب على الأقل يعلن أن يهم الحريات حقوق الإنسان وما إذا إلا أنه لكن لا يتابع التليفونات للمواطنين في إيران ربما دعنا نستفسر أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن هاشميان أهلا وسهلا بك دكتور حسن إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار برأيك من المهتم أكثر بمتابعة هواتف المواطنين ملايين المواطنين الإيرانيين ولماذا؟ نعم تحية لكم ولمشاهدي سكاي نيوز واضح منه المهتم لهذه الغضية وكما جاء في حديثكم حول السيد باول دوروف المسؤول عن الرسالة النصية في مؤسسة تليجرام إيران طلبت آلات تجسس على المواطنين من المؤسسة ولكن المؤسسة رفضت ولكن دوروف لم يتحدث عن الخطة البديلة أعتقد الخطة البديلة ترجع إلى مسائل تغنية جدا مهمة قبل ذلك أريد أن أتحدث عن موضوع جدا هام يتعلق بشبكة الاتصالات في إيران من 2009 شبكة الاتصالات في إيران خضعت تحت مؤسستين تابعة للحرص الثوري مؤسسة التعاون تابعة للحرص الثوري والمؤسسة الثانية هي مؤسسة احتماد مبين هذين المؤسستين قاموا بشراء أكثر من 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية هذا معنى أن الحرص الثوري سيطر بشكل كامل على شبكة الاتصالات في إيران النقطة الثانية ترجع إلى الموضوع التغني في مؤسسة تليجرام أي شخص في إيران يريد يدخل في أو يفتح الحساب في تليجرام يطلب من هذه الشركة أن ترسله أو الشركة تقوم بإرسال شفرة تصديق لحسابه وفقا إلى الحالة التغنية هذه الرسالة التي تأتي من مؤسسة تليجرام إلى الشخص تمر عبر شبكة الاتصالات الإيرانية يعني في هذه التمريرة الشبكة الاتصالات الإيرانية الخاضعة للحرص الثوري تستطيع أن تخرق هذا الحساب هل لهذا السبب سيد حسن هاشميان محظور تويتر ومحظور الفيسبوك وبالتالي أبقوا فقط على تليجرام بالتأكيد لأن كل الشبكات الاجتماعية في إيران محظورة وهناك استقبال غوي كان على تليجرام أكثر من 25 مليون إيراني دخلوا في هذه الشبكة أيضا هناك مواقع إخبارية خارج البلد وتابع لي مؤسسات أخبارية معروفة مثل البي بي سي الفارسي مثل إذاعة فردة مثل صوت أمريكا كلها استطاعت أن تفتح حسابات لنقل المعلومات داخل إيران وهذا يعتبر خطرا أمنيا على النظام لأن النظام الإيراني لديه دعاية على جانب واحد لا يريد إطلاقا نقل المعلومات إلى داخل إيران من هذا المنطلق ضغطوا بشدة على مؤسسة تليجرام كي تخضع لرغابتهم ولكن دخلوا إلى خطة بي خطة بي هي التي تحدثت عنه موضوع تمرير الرسالة التصديقية من شبكة الاتصالات الإيرانية دكتور حسن بعيدا عن الموضوع التقني لماذا الآن يهتم الحرس الثوري بمتابعة المواطنين شخصيا ومراسلاتهم في هذا العام لماذا يهتم الآن علما بأن كثيرين من الدول الغربية كانت تتوقع أنه بعد توقيع الاتفاقية النووية ربما سيكون هناك انفتاح ربما سيكون هناك تراخي أمني في إيران طالما أن العداء مع الغرب انتهى لكننا في المقابل نشاهد اتهامات من خمنئي لصحفيين لسياسيين بأنهم يتعاملون مع الأجانب واتهامات بالتجسس لماذا زاد الحس الأمني بعد الاتفاق النووي بدلا من أن ينخفض يعني التراخي والانفتاح هذا في الدعاية هذا النظام وطبيعة هذا النظام لا توجد هناك انفتاح وتراخي ومن طبيعة هذا النظام واستمراريته أن يهاجم الشعب الإيراني يهاجم المواطن الإيراني ويهاجم بحجج مثلا معارضة أو مكافحة الولايات المتحدة أو إسرائيل وهو لديه مساومات أساسية مع إسرائيل ومع باقي الدول الغربية ولكن الهدف الرئيسي ينقسم إلى قسمين من هذا الخرق بهذا الشكل الأول كما تفضلتم للاعتقالات أو رفع ملفات ضد معارضين أو ضد صحفيين ولكن القسم الثاني وهو قسم وسيع جدا يرجع للابتزاز للمواطنين يعني عندما تحصل على معلومات خاصة لمواطن تستطيع أن تبتزه حتى تستغله لتوظيف أو مسائل خاصة توظفه ويتحرك بهذا الاتجاعة طيب سيد حسن مفهوم أنه يستهدف صحفيين ربما لقمع الحريات مفهوم أنه يستهدف معارضين لأنه بالأساس يعارضون النظام ولكن الغير مفهوم هو أنه يستهدف إصلاحيين تحديدا لماذا برأيك؟ يعني هناك بعض الإصلاحيين لديهم شبكات اجتماعية خاصة لديهم لغاءات لديهم اجتماعات في داخل بيوتهم لأنه تعرفون لا يوجد هناك مغرات حزبية ولا توجد صحافة لديهم ولا أمثال ذلك يتجمعون في بيوتهم هم يخافون من الخطة التالية لقيادات الإصلاحية كيف سيعملون؟ لأنه هناك استياء جدا واسع في الشارع الإيراني ما يجري من الآن في إيران من الوضع الاقتصادي من الوضع السياسي من الوضع الأمني من الوضع الثقافي والآخر من هذا المنطلق هم دائما لديهم هناك توجس بأن هناك تحركات لدى الإصلاحيين عليهم كشف هذه التحركات تعرفون أنه في 2009 قاموا باعتغال أكثر من 2000 من قيادات الإصلاحيين حتى يستطيعون إخمات التحرك دكتور حسن هذا ما أريد أن أسأل عنه هل فعلا القيادة الإيرانية تخشى من تكرار الربيع الأخضر الحركة الخضراء مجددا بعد التوقيع الاتفاق النووي على أساس أن المعارضة ستضج بها الأوضاع السياسية وبالتالي تستعد من الآن لمثل لوأد هذه الحركات؟ بالتأكيد انظروا إلى الوضع الإيراني كان هناك آمال لدى الشعب الإيراني بعدما جاء حسن روحاني أن إيران تنفتح هذا لم يحصل الوضع الاقتصادي أيضا متردي ننظر إلى الغوميات المختلفة في إيران هناك انتفاضة في كردستان هناك انتفاضة في الأهواز هناك انتفاضة في بلوشستان في أزربيجان حتى في العمق الإيراني في إسفهان كل هذه المؤشرات تقول أن الوضع متغلغل في إيران عندما يتحرك الإصلاحيين لأن المجموعة الإصلاحيين مجموعة قوية وغريبة للحكومة تستطيع أن تغلب الورغة على النظام الإيراني ولديهم تخوف جدا أساسي في هذا الغضية خاصة بعد عام لدينا انتخابات رياسية وهناك تحرك أساسي حول هذه الغضية شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن هشميان حدثنا من واشنطن يبدو أن الخوف كل الخوف من الانتخابات المقبلة في عام 2017 لذلك هناك تحرك صحيح أذكر لك فقط معلومة تركيا حاولت أن تكون لها شركة اتصالات في أحسن علاقاتها مع إيران في 2007 و2008 وفعلا ذهبت ولكن الحرس الثوري منعها وكما ذكر ضيفنا قبل قليل هو شركاته التي حصلت على شركات الاتصالات في إيران في ذلك الوقت إيران فعلا في هذا موضوع الاتصالات صعب أن تثق بأي أحد صحيح ترجمة نانسي قنقر